السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة رسميا النادي الاهلي يعلن الاستغناء عن رمضان صبحي في مفاجأة غريبة جدا وعجيبة جدا ويمكن الناس كانت شايفة بعض المناوشات ان رمضان صبحي هيرجع هادرس فيلد ينايتد وبعد كده يحترف اوروبيا ومش عارف يروح فين ويجي منين وجه العرض ايطالي وعرض انجليزي ولكن المفاجأة ان الاهلي يعتبر استغناء عن رمضان صبحي علشان نادي مصري فتعالي نعرف التفاصيل كلها ونعرف قيمة الصفقة ونعرف الدنيا فيها ايه ونعرف رمضان صبحي يمضر النادي المصري ده ايه في الفيديو ده بس تساعدناك في بداية الحلقة ما تنساش لو انت او مرة تشوفني في تحت الزرار احمر ربكتو على الاشتراك او سبسكرايب دوس علي عشان دايما نتابع كل الاخبار الجديدة اول بول وجنبه جرس وصع الجرس واختار اول اختيار ولو انت جديد او قديم معنا في القناة ما نساش تعمل لايك لان اللايك مهم جدا لانشان الفيديو يوصل على اوصى النطاق ونساش تعمل شير ونساش تعمل كومنت رمضان صبحي والنادي الاهلي يمكن النادي الاهلي منذ قليل نشر بيان رسمي على صفحته الرسمية على وصيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب قال رمضان صبحي خارج حساباتنا وابلغنا برغبته في الانتقال الى نادي بيراميدز كشف امير توفيق مدير التعقدات بالنادي عن الموقف النهائي للاهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت اعاراته من نادي هادرس فيلد الانجليزي في 30 يونيو الماضي وقال ان النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هادرس فيلد لشراء رمضان صبحي منذ ابريل الماضي بعد موافقته وابداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الاهلي في جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقى اللاعب عرضا اوروبيا يحقق طموحته واستغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البداية بعض الوقت نظرا الى عدم وضوح الرؤية بالنسبة الى عودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا لكن في الفترة الماضية كثف النادي الاهلي مفاوضاته وقدم عرضا ماليا متدرجا وصل الى اتنين ونص مليون جنيه استرليني ولكن النادي الانجليزي طلب رفع المبلغ الى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين الف جنيه استرليني ونظرا لان الاهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وارسل موافقته مكتوبة الى هادرس فيلد ثم تلقى الاهلي موافقة من النادي الانجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشارئلي وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جامعة امير توفيق مدير التعقدات بالنادي الاهلي مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية ولكن بعدما ابلغ الاهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هادرس فيلد طلب اللاعب بالتنصيق مع وكيل اعماله نادر شوقي ارجاء اتمام انتقاله للاهلي لمدة يومين لانه تلقى عروضا من اندية اخرى ويحتاج مهلة للتفكير وبناء على ذلك طلب النادي الاهلي من هادرس فيلد يونيتد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي ارسلها للاهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين الى ان يحسم اللاعب موقفه لكن بالتواصل مع رمضان صبحي امس من جانب امير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل اعماله مهلة اخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها واذاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة الى الاحتراف الاوروبي لا سيما انه مملوك لنادي هادرس فيلد يونيتد وليس للنادي الاهلي وحاجته للوقت لدراسة العروض التي تلقاها وحرصا على استقرار فريق الاهلي ووضوح الرؤية امام مديره الفني في ظل الارتباطات الرسمية المتثالية محليا وافريقيا رأى النادي الاهلي ان يترك الفرصة امام رمضان صبحي ليحسب موقفه مع نادي هادرس فيلد الا ان امير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه بانه لا يرغف في اللعب للنادي الاهلي مرة اخرى وسوف ينتقل الى نادي بيرامدز وبناء على ذلك اصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق النادي الاهلي انا شايف ان الموضوع ده كرسب كل المقاييس عن نادي الاهلي وكرسب كل المقاييس اللي عمل رمضان صبحي لمستقبله رمضان صبحي كده خرج من النادي الاهلي من الباب الخلفي كما فعل حسام عشور تاني رمضان صبحي خرج من النادي الاهلي من الباب الخلفي كما فعل حسام عشور ايه اللي بيحصل في قدرة النادي الاهلي و ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي محدش عارف شريف اكرامي يعتبر خلاص خلص ورقه لبيرامدز احمد فتحي مدل بيرامدز رمضان صبحي رايح بيرامدز من قبلها عبدالله السعيد سابل الاهلي وراح الزمالك ومن الزمالك راح بيرامدز وبعدين حسام عشور حصل خناقة ومش عارف ايه ومشي في خلال موسمين ولا حاجة حصل كزا خناقة حصل كزا مشكلة يمكن الموسم ده اللي كان موسم كارثي للنادي الاهلي لاول مرة منذ يعني فترات كبيرة جدا نشوف حد من لعبة النادي الاهلي بيطلع وبتكلم على النادي الاهلي في سوشيال ميديا زي حسام عشور وبيهاجم النادي الاهلي لاول مرة منذ يعني سنوات عديدة يمكن من اخر حدثة او اخر موضوع يمكن اصام الحضري شفنا واحد زي احمد فتحي او لاعب زي احمد فتحي قفل تلفوناته في وش ادارة النادي الاهلي وراح مضى لبيرامدز لاول مرة نشوف حد زي روانان صبحي اللي هو المعروف او الملقف في النادي الاهلي ان هو ابن النادي يسيب الاهلي ويبلغ امير توفيق رسميا وبالتليفون ان هو مش عايز يكمل مع النادي الاهلي وعايز اقول لك يعني يعمل حركة مش لطيفة انه يغفل ادارة النادي الاهلي ويقول له من رايح هادرس فيلد عشان اطلع من هادرس فيلد على النادي تاني عارة اوروبي وفي الاخر يبقى رايح بيرامدز بيرامدز عرض عرض على رمضان صبحي مغري جدا بالاتفاق مع شريف اكرامي اللي هو يعتبر اخو مرات رمضان صبحي قريبه هو راح خلاص يعتبر مدى بيرامدز ومعاهم احمد فاتحي اتفقوا مع رمضان صبحي وميلوا دماغه وراح معاهم يعتبر رايح بيرامدز رمضان صبح هيمدي البيرامدز تلت مواسم بتمانين مليون جنيه غير المتغيرات رقم ضخم جدا في سوق الانتقالات المصرية رقم تقيل بيرامدز بيخش بيفتت في في النادي الاهلي بيرامدز واخد كم لعب من النادي الاهلي واخد عتولة عبدالله السعيد احمد فاتحي الشريف اكرامي رمضان صبحي وغيرهم هيجي بعد كده في مشكلة في ادارة النادي الاهلي خلانا يكون متفقين القصة بقى مش انا زملكة وانا انا اهلية وانا بكلمتها البساطة اصلا انا بكلمك ليه دلوقت كده لان بكرة هلاقي ده حصل في الزمالك مع انه حصل قبل الاهلي ما احنا برضو حصل فينا كده من يوم وليه لعلي جبر اللي ايناه هناك يوم وليه لأحمد الشناوي يوم وليه لعمر جابر لما كونش ناسي احمد توفيق يجرب على لعيبة ولا خمسة من الزمالك راحوا هناك وللاهلي نفس الكلام اربعة دلوقتي ولا حاجة راحوا هناك لازم ادارة الزمالك وادارة الاهلي ياخدوا موقف يوقفوا واقفة لان بعد ما اللعبة دي بتروح هناك بنيجي بعد كان عوز نشتريهم يعني الزمالك لما ماشي عمر جابر واده جنا بعد كده فين عمر جابر عايزين عمر جابر يلعب باك يمين معندناش باك يمين ماشي احمد الشناوي روحنا جبنا عواد وابو جبل في صفقة تتعدى قيمتها الميت مليون جنيب المتغيرات وكان في ايدك احمد الشناوي انت متخيل ايه ده في حاجة غريبة روحت ماشيت عالي جابر وجبت اه اه الوينش وجبت محمود علاء وجبت 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 مفيش مشكلة بس انت عندك لعيب سوبر بتمشي ليه وتجيب سوبر تمت سوبر خليه زي ما هو حافظ عليه في مشكلة في تعقودات ادارة تعقودات النادي القالي ادارة تعقودات النادي الزمالك في مشكلة وفي كارسة ولو ما تلمتش ولحقوا يلموها لأ في مشكلة وامير توفيق عنده مشكلة ومدير التعقودات في نادي الزمالك عنده مشكلة اعتقد هو امير مرتضة منصور هو المشرف على موضوع التعقودات في مشكلة اللعيبة اللي بتهرب حمد النجاز اللي هرب من الزمالك وكهرباء اللي هرب من الزمالك في حاجة غلط النادي الاهلي عنده مشكلة اللعيبة اللي بتمشي ازاي ولعيبة سوبر لعيبة كبيرة وكلهم من الاخر يعني في نفس نفس القصة. بيرامدز حاليا بيشفط الزمالك والاهلي. في حاجة غير طبيعية. رمضان صبح تلعب في دماغه من شريف اكرامي انا واسق انا بحترم شريف اكرامي وبحبه جدا. ولكن شريف اكرامي قريب وراح بيرامدز. ورمضان صبحي كان كل همه ان هو يحترف خارجيا. لغى كل الطموحات والاماني دي وقعد في مصر عشان بيرامدز لما صارش عن الاهلي. الاهلي اللي عملك. الاهلي لرباك. الاهلي اللي طلعك. الاهلي اللي شهرك لما وقفت على الكورة. تبيعه في ثانية? اسوأ حاجة بكرهها في الدنيا. هي مش قصة بقى انا اهلا ولا زمالكة ولا القصة دي. اللعب اللي ما عندهش انتماء. اللعب اللي يجرر فلوس. اللعب ده نهيته بتبقى ريبة جدا. وبيرجع يندم ندم السنين. انه ما كملش في مكانه. المكان اللي عمله. نادي اهلا ما طلع تقريب زي ده رسمي. يبقى فعلا رمضان صبح يكلم. امير التوفيق قدر رايح بيرامدز. خلاص. لا حول القوة الا بالله. كان معكم اخوكم عمرو عطف من قناة صاحبك وانشافكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.